أهلاً و سلام بكم عزيزيز المشاهدين معكم باس المرهيم في حلقة جديدة من برنامج الهادف وحلقة النهاردة بعنوان سبات الوزن كثير مننا أو بعدنا لما بيبتدي في نظام معين غزائي عشان نحصل على وزن أقل ممكن بعد أسبوع أو اثنين الوزن بينزل عادي جداً فيش أي مشكلة وبعد كده نبس لأن فيه سبات في الوزن حصل بيكون سبات الوزن ده سببه مش أن النظام الغزائي الغلط قد ما هو سببه إن الجسم ابتدى يتأقلم على النظام الغذاء الجديد اللي إحنا عملناه عشان ننزل في الوزن وبالتالي مش عمل طرق دفاعية ضده ومش هينزل عشان ينزل بقى لازم نعمله حاجة اسمها صدمة أو خضة إزاي ننظم الجسم أو إزاي نخضه ويعني أساسا سباة الوزن هنتعرف عليه النهاردة مع الدكتور دفنة دكتور محمد زكري استشارة غذاء العلاجية وعلى جسمنا والنحافة أهلا بحضرتك دائما بتشرب وجودي معك شعر فينا أهلا بحضرتك نبدأين إيه هو سباة الوزن وبيحصل إزاي؟ طيب بصرا خلييني أقول أن أنا هاخد من المقدمة بتاعت حضرتك سباة الوزن فيه سباة وزن طبيعي أو بيبقى common أو إنه يحصل مع دايت أو رجيم بس هو مش بيحصل بعد أول أسبوع أو أول أو تاني أسبوع ده بيحصل تقريبا من أربع لست شهور من استمرارنا على حمية أو دايت معين ده بيبقى حاجة اسمها بلاتو ده موجود عندنا في علم التغذية أو في نزول الوزن ده طبيعي بيحصل لأن زي ما حتك تقول كده الجسم بيكون تعود على أنظمة معينة لفترة طويلة بيبدأ ياخد حذره شوية خلي بس أوضح للناس حاجة مهمة قوي الدهون اللي احنا بنزلها من الجسم هي جزء طبيعي من الجسم يعني ده جزء مش غريب على الجسم ده جزء من أجزاء الجسم اللي هي الجسم بيحاول يحافظ عليها طول الوقت كويس فبيبقى فيه فايتنج أو بيبقى فيه حرب ما بيننا وما بين الجسم في نزول الدهون دي كويس فده بيحصل بعد ست وبيعتبر الناس في مجاعة فبيدفع الناس ده بالضبط كده اللي حاجة بتقول عليه احنا بنعتبر ان فيه مجاعة أنا دايما نقول للناس كده بشبهها بكده انه دايما هيبقى الجسم متحفز انه يحافظ على الدهون دي علشان يستخدمها قطاقة لما المجاعة تيجي هو بيعتبر ان فيه مجاعة جاي كويس بس ده بيبقى حاجة اسمها بلاتو ودي بتحصل من 4 ل 6 شهور لكن مقولة حضرتك في المقدمة بتحصل اه بتحصل طبعا ممكن بعد اسبوع او بعد اثنين وممكن من اول اسبوع يحصل عدم نزول للوزن ده بقى لي اسباب تانية خالص كويس اسباب تانية خالص منها كتير قوي هنتكلم فيها النهاردة ويمكن اسبابها كتير اعتقد المية بس اول حاجة اول اول سبب انا بعتبره مهم قوي ويمكن انا ذكرت ما احضرتك قبل كده في حلقات ان مهم قوي ان دكتور التغذية يبقى طبيب بشري كويس ليه يبقى طبيب بشري علشان طبيب بشري بيبقى درس بطنة وجراحة ونسا واطفار وكل تخصص طب بيبقى عنده باج جراوند كويسة انه يعرف ايه المشكلة المناسب للحالة ومختلفا حالة والمشكلة ايه المشكلة اللي هي قدت للسببات للوزن لانه احيانا بتبقى مشكلة عضوية ممكن يبقى قصور في الوضع الدرقية مثلا ده الاشهر كويس اهنا هنعتبرها الاول ان هي اسباب ظاهرة ووضحة للناس العادية جدا فيش ايه مشكلة بالنسبة لهم واسباب خفية اللي احنا هنبتدي نبحث عنها عن طريق الدكتور تمام اللي هي مثلا زي اللخبطة في الهرمونات وزي التوتر والهرمونات اللي هي بتسبب بس انا واحد من الناس او انا المفروض ان ده البروتوكول اللي هي بقى متعرف عليه ان احنا بنكسيكلود بنستبعد العوامل العضوية الاول طالما الجسم سليم اه طالما يعني بنوصل بس لقول ان الجسم سليم يعني انا واحد من الناس بنعمل كشف بطنة وكشف جراحة كويس اه بنتطمن الاول الوضع درقية كويسة لو فيه تحليل او حاجة بنحتاجها بنتطمن الوضع درقية كويسة بنتطمن الهرمونز اللي موجودة في الجسم اللي بتأثر على زيادة الوزن او نزول الوزن موجودة وبشكل سليم ده احنا بنقول احنا ساعتها بنستبعد المشكلة العضوية يبقى لو الشخص سليم بعد الكشف ده او بعد التحليل دي او بعد الحاجات الفحصات اللي هم نعملها لو الشخص سليم بنرجع نبص للأسباب اللي هي مش عضوية ايه الاسباب اللي مش عضوية لا كتير اول اولا اول حاجة يمكن حاجة ذكرتها برضو ان اتباع دايت او حمية مش مناسب كويس يعني انا دايما اقول للناس لما تروح عند حد مختص ويديك ورقة مطبوعة فيها دايت لكل الناس يعني يفضل انت ما تعملهاش كويس لانها بالاغلب يعني ما تبقاش مناسبة دي طيب احيانا الناس تقول لي طب انا عملت كده وانزلت في الوزن كويس هو بيبقى نزول فيك يعني بيبقى نزول وهمي كويس هو عبارة عن نزول للمية اللي في جسمنا والعضلات وبالتالي الشخص بيحس بايه بيحس بوخم وبيحس بوهن وبيحس بحاجة كتير قوي لما بينزل نزول مش صحي اللي هو نزول المية والعضلات لان المهم طبعا ان يبقى المية احنا جسمنا تقريبا فيه من 60-70% من وزن ومية مهم قوي ان احنا نحافظ على الكمية دي من المية لما بتقل في النزول الغير صحيح بيبقى فيه مشكلة كبيرة جدا او فيه مشاكل صحيح احنا لو قلنا المية طبيعي لان الواحد النظام بتاع بيفقده الحاجة الاسهل الاول تمام وبعد كده بيخش على الدهون معينة كويس ايه اللي بعد المية والدهون اللي بعدها على طوله بعدين يدخل على عضلات طيب احنا لو داية صحي ومناسب ومدروس للشخص فنسبة فقد المية والعضلات بتبقى ضئيلة جدا كويس؟ تمام هو بيبقى تقريبا بيقتاك او بيهاجم داية الدهون اللي هي الزايدة عن حاجة الجسم او زايدة عن قتل الجسم ليه اسهل حاجة قدامه اسهل حاجة ايه مش اسهل حاجة هو ده الطريق بتاعه لو هو مدروس لو الداية مدروس لو صح بس طبعا عشان برضو ابقى قمينه في نقل المعلومة هو طبعا بنفخة جزء من المية وجزء من العضلات بسيط جدا لو الداية مدروس وصحي كويس للشخص ده طيب لو مش مدروس ومش مناسب ليه فالطريق بيتحول للمية والعضلات فبيفقد كتير جدا مية وعضلات ويفقد جزء صغير من الدهون وبالتالي الشخص اللي هو ماشة بيبان عليه طبعا بيبان عليه بس بيبان عليه بشحوب بيبان عليه railroad بيبان على كل جسمه بيبان على صحته بيبان على حركته بيبان على كسله يعني كل دا بيبين له بيبين النزول الغير صحي ده زايدة حاجة مهمة اوي النزول غير صحي للمية والعضلات دهوت يعني وانس أو أول ما بتسيب الدايت بيرجع تاني بيرجع تاني بسهولة جدا لكن نزول الدهون بيبقى رجوعه صعب يعني بيبقى أصعب بكتير من رجوع المية والعضلات عشان كده نايمة الناس كتير قولوا أنا روح تنزلت في أول سبعين أربعة وخمسة وستة كيلو وبعد ما سيبت الدايت بسبوع رجع تاني هو ده النزول الغير صحي اللي بيعتمد على نزول المية والعضلات أكتر طيب يبقى إحنا قلنا أسباب السببات للوزن عدم اتباع حمية مناسبة لأنها ممكن ما تبقاش مناسبة للشخص ده يعني إيه مش مناسبة؟ يعني أنا عشان أعمل دايت أو أعمل رجيم لحضرتك أنا باخد مخييس كتير جدا علشان أوصل للدايت المناسب لحضرتك منها حاجة مهمة قوي النشاط معامل النشاط بتاعت يعني ما ينفعش عمل دايت لشخص قاعد على مكتب زي شخص ريودي ما ينفعش عمل دايت لست بتشغل شغل البيت مرهج جدا وستة تانية ما بتشغلش دي حاجة اسمها معامل النشاط إحنا معامل النشاط دا بنغضب بنعمل معادلات كدوات نعرف منها الصورات المناسبة للشخص دا الصحة طبعا مهمة لازم نبقى عارفين الشخص دا بيعاني من إيه مشاكل صحية وبالتالي إحنا هنفايت إزاي هنحارب إزاي مع الجسم لأن في بعض الأدواء طبعا لبعض الأمراض بتسبب زيادة في الوزن فلازم يبقى الدايت مناسب ليه لازم نبقى عارفين سنه لازم نبقى عارفين عمره يعني بيختلف من سن الآخر طبعا ومن شخص الآخر أنا دايما بعتبر الدايت أو الرجيم دا زي البصمة الصباح يعني ما نبقى عش الدايت بتاعي ينسب حضرتك كويس لأن إحنا مختلفين تماما تماما دا بالنسبة لاختيار الدايت اختيار الحمية دا مهم لعنا بقى نتكلم على جوة الدايت إيه اللي بيحصل جوة الدايت لو الدايت فيه بعض المشاكل اللي تأدي لسببات الوزن أوه فيه منها مثلا تباعد الوجبات يعني فيه شخص يقول لي أنا رغم أن أنا باكل وجبة واحدة في اليوم بدخن أو بزيد في الوزن هو دا دي مشكلة حتى لو بيكلها بالنهار هو الجسم أنا دايما بشبهها بمثل كده احنا يمكن عارفينه لو العربية رفعت سنة كويس وما اشتغلتش بتبقى صعبة قوي تنزل تشتغل على طول هو معدل حرق عامل كده تقريبا يعني احنا بنركن معدل حرق فترة طويلة وعدد ساعات كبير قوي من اليوم فبيأدي دا لقلة معدل حرق أو استنزاف معدل حرق أو نزوله علشان يوامل مجاعدة هل ممكن أدمر الجسم بيختزل دهون نتيجة لأنه أنا كلت وجبة واحدة؟ طبعا ما هو أنت نقصت معدل حرق بتاعك قللت معدل حرق بتاعك لأنه معدل حرق دا الجسم زاكي شوي احنا لما بنجوع الجسم فترة طويلة بيعتبر زي ما قلنا في الأول أنه فيه مجاعة جاية فلو أنا مقدر لي أن أحرق مثلا أو فيه حرق 500 سعر مثلا دهون جايم الدهون أنا هحرق 200 هحرق 100 ليه عشان أحتفظ بالباقي أعتبره كطاقة أو استخدمه كطاقة في الفترة جاية فالتباعد الوجبات دا بيؤدي لقلة أو نقص معدل حرق عشان كده بقى أول حاجة بتنزف في الحمية المستحيحة موضوع المية فجزن مشو أخذ باله منها طبعا وبعد كده نبتدي بقى في نزول بطيء أو ثابت أو ثابت كويس يعني زي ما قلنا كده عدم مناسبة أو ملأمة الدايت الدايت نفسه لو فيه مشكلة أن الدايت المريض بيباعد ما بين الوجبات بيخلي فيه تباعد كبير ما بين الوجبات ما فيهمش ما بينهم الوجبات البسيطة زي الفكهة زي المشروبات الصحية وحاجة طيب تعالى بقى النقطة تانية أحيانا بعض المرضى بيعتبروا المشروبات السيلة كويس ما فيش دولار منها قوي أنا هشرب عصير فكهة من غير سكر كويس مش متحلي فهشرب بكميات كبيرة لا خلط طبعا لأن عصير الفكهة دا أنا عشان أكل مثلا أنا هديك مثال بسيط عشان أكل برتقانة البرتقانة دي 45 صغر تقريبا عشان أعمل كباية عصير صغيرة هعمل 3 برتقانات ب180 صعر كويس هو بالتالي هو بيعتبر أنه هو شرب عصير الفكهة الطبيعية اللي من غير سكر دا مش بيفل معاه لكن هو تركم السعرات طبعا بتاع العصير دا على مدار اليوم بيوزن أن دي يبقى كل الدقيقة عشان يعرف الموضوع دا البص هو احنا بنفضل أن احنا نيوزن كل أسبوع كويس كل أسبوع لا كل يوم بيبقى فيه مشكلة إن أحيانا الشخص بيوزن في أوقات غلط أوقات مش مناسبة إنه مش مسبت معاد إنه مش مسبت ميزان يعني الميزان هيبقى للشروف أول حاجة إنه هو بعد أسبوع مثلا بعد أسبوع واللوقتي بيكون إمتى الصبح بدري مثلا قبل الأكل بص مش هتفرق يعني أنت سبت معاد يا إما الصبح بدري قبل الأكل يا إما آخر اليوم المهم إنه يبقى المعاد سابت كل أسبوع وبيبقى فيه فرق مرح تمام زي طبعا بص خلينا نقول برضو إن الموازين فيها اختلفات هيبقى على ميزان واحد بإكتئاب أو حال كده طيب بص خلينا نقول الرياضة عشان الرياضة فيها كلام كتير أول قبل القطع كامل حضرت الرياضة ما ينفعش يوزن بعد التمرين مباشرة لأن الكتلة عضلية بتزيت ده مظبوط مش مظبوط قوي لأن الكتلة عضلية ما بتزيتش بعد التمرين مباشرة يعني هو اللي عامل تمرين ووازن هي نفسه من نزل الوازن؟ لا ما هو خلينا نقول برضو التمرين دي نقطة لأ كنت أكلم حضرتك فيها هل الرياضة لها دور في الموضوع ده بعد؟ كويس؟ طيب هي الرياضة لها دور لما يحصل البلاتو لما يحصل سبات الوازن سبات الوازن كويس؟ لها دور كويس لكن لو ما فيش بلاتو أمريrison يعني من أحدى حلول سبات الوازن ورياضة الرياضة بس خلينا نقول لو حصل السبات طيب لو ما حصلش السبات وإحنا ماشيين بشكل منتظم وبشكل كويس الرياضة يعني دورها في نزول الوازن ما بيبقاش كبير او زي من الناس متخيلة يكد يكون 10% تقريبا من تنشيط معدلات ويبقى بعد الجسم نفس هو بيحرق اه يعني فيه عوامل كتير تانية غير الرياضة لكن الرياضة طبعا للصحة العامة رائعة و للشيب رائعة لكن لنزول الوزن لو ما فيش ثبات لو ما فيش ثبات بيبقى دورها مش كبير او طعم ده ده جزء من الوزن بيختلف الحال من الراجل الست طبعا من اكتر الراجل اكتر لان الست عندها هرمون الهرمون الانسوي بيبقى يعني شوية بيقلل معدل حرق كويس مع تقدم طبعا العمر يعني الست عندنا بعد سن تقريبا الاربعين بتبقى معدل حرقها بيقل كل سنة بل تبقى اعتقد اللي خاصت لهرمونات طبعا طبعا والحامل والرضاع يعني مشاكل كتير قوي بيتوجهها او على مراحل عمرية كتير بتبقى الحرق اقل شوية من الراجل الكتل العضلية طبعا بتاعت الراجل بتبقى بتفرق كويس لانها بتبقى اكبر بتبقى انشط بتبقى قابلة او قادرة على حرق دون اكتر من الست والطفل والطفل الصغير مثلا والشاب بتفرق طبعا اه بتفرق طبعا معدل حرق طبعا بص احنا في السن الصغير بيبقى معدل حرق قوي كويس لو الشخص لو ما فيش سمنة وما فيش لو فيه اه بالزبط كده ده اللي انا عايز اقوله علشان بس الناس بتفهم الموضوع ده غلط لو الشخص او الطفل ماشي بنظام صحي بيلعب رياضة بيتحرق كويس كويس فيه نوم كويس فيه بتاع بيبقى معدل حرق كويس طبعا خليلا ندخل بقى لحطة النوم سببت الوزن بقى حطة النوم بقى حطة النوم اه اه مهوم سببت الوزن الاخفية اللي مش عضوي اللي مش عضوي اه احنا يعني هو بيعمل كل اللي عليه بس فيه توطر من اقول لحضرتك حالة اه بالزبط كده وصل احنا زي ما قلنا في الاول الحلقة ان احنا فيه اسباب عضوية منها قصور الغضة الدراكية مثلا اه منها الغضة الكزرية برضو فيها اه اللي بي تسأسر اه منها طبعا لغبط الهرمونات عن السيطات في بعض مثلا الامراض زي تكايصات المبايد كويس بيبقى فيه مأسرة طبعا على نزول الوزن وبالتالي احيانا بتأدي لثبات الوزن كويس اه دي المشاكل اللي هي العضوية او بعض منها المشاكل اللي مش عضوية زي ما قلنا كده الدايت المش مناسب تبعض الوجبات اه اللي تشرب المية المية من الحاجات المهمة جدا اللي احنا لازم نشربها بشكل منتظم كل يوم اه 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 مش اقل من اتنين لتر في اليوم كويس ده علشان يأدي لان احيانا الناس بتعمل الدايت وبتبقى ملتزمة جدا بالكميات والنوعيات وهكذا كويس وبتشربشه مية ده ممكن يأدي لسابات الوزن بيأسر جميل ده ممكن يأدي لسابات الوزن كمان كويس طيب تعالى نقول كمان انه احيانا اه او بقى من الاسباب الغير مرئية زي ما هاي بتقول اه قلت النوم النوم مهم قوي قوي التواصل للصحة العامة عامة كويس مهم قوي للصحة العامة ومهم قوي معدل حرق احنا عشان يبقى معدل حرق بتاعنا شغال بصورة كافية او بشكل منتظم بنحتاج من 6-8 ساعات في اليوم نوم كويس ويفضل ان هم يبقوا بالليل كويس يعني احنا يمكن عندنا في القرآن آية عظيمة اللي وجعلنا الليلة لباسا والنهارة معاشا كويس والطب اسبق كده قال لنا احسن نروحها للجسم هي وقت الليل كويس واحسن وقت للشغل هو وقت النهار كويس طيب وانه في فرق من واحد نايم ما بيجوعش واحد الصاحب يجوع ما انا هقولك بقى كويس احنا الصهر بيقدي لفراز هرمون اسم الكورتيزول اللي هتك تتكلم عليه الكورتيزول من الحاجات اللي بتساعد على تراكم الدهون في الجسم وبعض المناطق وخاصة منطات البط كويس وبيقدي للغبطة في هرمونات الشبع والجوع فبيحسسك بالجوع طول الوقت فبيقدي الى زيادة كميات الاكل اللي بناكلها وبالتالي بتقدي الى سمنة او عدم نزول كويس فالنوم لازم يبقى فيه نوم كافي الكورتيزول بيفرز امتى بيفرز في السهر وبيفرز في التوتر اللي حاجاتك بتقول عليه كويس الضغوط العصبية والتوتر بيقدي طبعا الافراز الهرمون الكورتيزول وبعض الهرمونات الاخرى وبعض عدوries الاكتئاب احنقا عندنا ادوية كتير عندنا عدوية الاكتئاب عندنا السترايز اللي هي الكورتيزونات عندنا عندنا برضو بعض ادوية الضغط كويس عشان كده بقولك لازم يبقى لا أعطاك بتزود مية في الجسم عشان كده أقوله حالك لازم يبقى طبيب بشري لأنه هو هيبقى أوير أو وعي جدا للمشكلة المشكلة دي لما بسأل العيان أنت بتعاني من إيه بتاخد أدوية إيه ده مهم إن كمان أحيانا بعض الأدوية بتتدخل مع الأكل والأكل بتتدخل مع الأدوية فبيحصل لغباط شوية في الجسم مرفوض فيه وقت فاصل معين ما بين الأكل وما بين الدو ده كله لازم يبقى في البحث الأولاني أو الزيارة الأولانية اللي الطبيب بيعملها علشان يقدر يحط البرنامج المناسب ليه تمام تمام طيب إحنا دلوقتي عملنا التحاليل والدنيا تمام ما فيش أي مشكلة تمام حصل سبات في الوزن بعد مثلا شهر بعد ثلاثة أسابيع مش مشكلة نصدمه إزاي بقى نخده إزاي الأول لما هيحصل ده لازم أبقى عارف إن ده مشكلة في الدايت مش في الجسم إحنا زي ما قلنا في الأول الحلقة إنه علشان يحصل البلاتون الطبيعي لازم يمر على الجسم لو إحنا ماشيهم كل حاجة صح موضوع إن الجسم تأقلم على ما بيتأقلمش بعد أسبوع واثنين بعد شهر ولا شهر كويس إحنا من أربع لست شهور عشان يبدأ يتأقلم لو الأنظمة صحيحة آي 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 ممكن نقول إنه لو بعد شهر هيبقى عب في الحمية نفسها عب في الحمية عب في التنفيذ بتاع المريض أحيانا هنكلم من أول بعد شهر وبعد بعد شهر كويس عب في الحمية زي ما قلنا من شوية بعض الحاجات زي تباعد الوجبات زي الحرمام من بعض العناصر الغذائية يعني إحنا دلوقتي في ترند كده بيطلع حاجات مصصحية إنه هو ما يبقاش فيه كربوهيدرات ما يبقاش فيه نشويات آه بالنسبة للكربوهيدرات يا دكتور بيبقى في منها نافع وفي منها طبعا طبعا إيه بقى إلا إحنا عارف نافع الخضروات وضعوات دي الأبيض والحلوات إحنا عندنا حاجة اسمها الكربوهيدرات المعقدة والكربوهيدرات البسيطة حدي مثال بسيط قوي الكربوهيدرات المعقدة زي العيش الأصمر كويس ده فيه كربوهيدرات المعقدة أو الروز الأصمر الكربوهيدرات البسيطة زي سكر بيت كويس دول البسيطة دي بتأدي لذات السكر في مستوى السكر في الدم بسرعة جدا كويس وبتنزله بسرعة جدا كويس المعقدة أو اللي هي المفروض إن هي الصحية دي بتستمر أو بتعمل بالانس أو بتحافظ على مستوى السكر في الدم طول تقريبا طبعا موجود في الخضروات الفكهة الحبوب الكاملة حبوب الكاملة اللي احنا بنشق منها العيش وحياة كتير قوي طبعا بنسب معينة لسه كنت هكمل له حضرتك ان في بعض الحميات بتحرم الجسم من نشويات ويزود في دهول ده الكيتو ده هو اساسا معمول كنوترشن تريتمنت او علاج غزائي لمرضى الصرع ومن اعراضه الجانبية نزول الوزن فبعض الناس اللي مش متخصفين بيستخدموه دلوقتي كحيمية لنزول الوزن طب دكتور فيه الناس عندها حساسية ضد الامح ده أشهر حاجة فبعد ما يأكل بطنه ده بيزود الوزن أكتر ده لو بطل العيش والحاجة ده وبس هي مش مشكلة في زيادة الوزن هي ممكن تعمل لقدر الله مشاكل صحية كتير حساسية دي من الحاجات الكبيرة او اللي ممكن تأدي الوفاء تمام؟ فطبعا لازم الناس اللي هي عندها حسية للجلوتين او للمنتجات الام لازم تبقى واخد بالها جدا من الحاجات اللي بتاكلها وتبقى بتقرأ على الابلس بتاعت البروتكس او الاطعامة اللي بيجيبوها انها خالية من الجلوتين لان ده مهمة كمان فيه ناس عندها طبعا حسية من الالبان من اللاكتوز يعني برضو الناس دي لازم تبقى واخد بالها شوية من مقابلات هو بيحس يعني هو سواء كال ريف عيش او مثلا شرب كوباية تعمل بيحس بيحس بس خلينا نقول انه هو بيحس فيه ناس بتحس بأعراض بسيطة بس لقدر الله ممكن تبقى أعراض كبيرة فلازم نبقى حازرين شوية في الموضوع ده طيب ده كده احنا قلنا الحمية زي ما قلنا التابعات للوجبات اللي حمية مش مناسبة ان حرمان الجسم من عناصر غذائية معينة ربنا سبحوك على خلق عناصر غذائية كبيرة وصغيرة احنا عندنا حاجة اسمها المتطلبات اليومية للجسم لازم الجسم ياخد كل العناصر الغذائية اللي خلقها ربنا كويس بشكل منتظم كل يوم ما ينفعش حرمه من كربودريت والنشويات ما ينفعش حرمه من دهون بس بكميات قليلة طبعا بحسابات كانت فيه حلسة ابن أبن أدم شرم من بطنه بحسب لقيمات تقيمة صلبة وإن كان لابد فسلس النطعام وسلس النشور اللي نفسه وسلس اللي شرم اعتقد كان لابد ده تبقى عزومة أو حاجة جمد والله بص احنا خلينا نقول ان احنا اللايف ستايل احنا لازم نعمله في حياتنا نتعود عليه مش لازم يبقى بعمل دايت أنا لازم أبقى ده اللايف ستايل بتاعي للطبيعة بتاعنا سواء الأكل الصحي الوجبات الكميات النوعيات الموعيد ده لازم يبقى الطبيعة بتاع أي شخص حتى بعد ما ينفع واللقائمات دي اللي حضرتك بتقول عليه أعتقد اللي هي كميات بسيطة بس هي بيتبقى المفروض ان انا اخدها كل يوم بس هي بص خيامل ما نقولش بسيطة لان الناس بتعتبر البسيطة دي كلمة بيعتبروها او في بعض الناس بتقود على انها هنحرمهم من حاجة لا هو مش حرمين هو أنا جسمك هو اللي يديني الكمية اللي هو عايزة يعني أنا مش بحط الكمية من دماغي أنا بحطها بناء على حسابات خاصة بجسم حضرتك ربنا خلق حضرتك جسمك محتاج مثلا 100 جرام كربويدريت هندهاله محتاج 90 محتاج 200 أي إن كان الرقم هو بيطلع من جسمك من نشاطك من صحيتك هو ده اللي بيطلع وبنحسب عليه الدايت بتاعنا كويس الدايت كمان لازم يبقى توزع بصورة صحية ما ينبعش إن أنا زي ما قلت الحاجة يبقى خالي من دهون مثلا كويس يعني إحنا فيه ناس ما بتبقاش فيه دهون في الدايت خلص ده غلط يعني فيه دهون جسمنا محتاجها دهون صحية طبعا كما دهون صحية ما ينبعش يبقى خالي من البروتين كويس بتقول بحسابات معينة بكميات معينة بتحسب على كل شخص كويس حرمان الشخص من الحاجات دي يؤدي لسابات الوزن وعدم نزول الوزن أو زيادة بعض العناصر الغذائي يعني التقليل أو الزيادة تمام هي حسابات لازم نعملها علشان يحصل البلانس ده طيب موعيد الأكل بص أنا عايز أقول لحضراتك إن إحنا لازم نثبت موعيد الأكل كويس ده من الحاجات المهمة قوي لتنشيط معدل حر يعني ما ينفعش إن أنا أقول لنا مثلا لي 1500 سعر النهاردة أنا أخدهم بالليل أو أخدهم في وسط اليوم وعيس لازم يتوضع لازم يتوضع لازم يتوضع لازم يتوضع آه طبعا لا في موازين للوجبات يعني إحنا ما ينفعش إن أنا 1500 سعر هاخدهم في وجبة واحدة أو هاخدهم من عنصر واحد يعني بعض الناس يقول لي طب ما أنا أخدت 1500 سعر خدتهم حلويات خدتهم نشويات خدتهم بروتين لا الموضوع اللي هو كربوهيدرات الجزء اللي هو البسيط أو المعقد آه آه ما ينفعش إن أنا أخدها من عنصر واحد يعني أنا ما ينفعش إن أنا أقول أنا ليه 1500 سعر طب نرد لليوم العشرين اللي بيقولها هذا إيه لأنه هو ليه وجبة بيأكل كل اللي هو عايزه فيه ده صح أو لا غلط بس هو صح هو صح هو غلط يعني خليلا نقول إنه هو مش لازم قوي كويس عشان بعض الناس بيقولوا إنه لازم يحصل بعض الأسبوع كسر للنظام الغذائي أو التشوك أو الصدمة اللي إحنا بنقول عليها بنعملها عشان جسم يبدأ ما دول أنا أصدر يعني الصدمة عادةً بتبقى تمام فيش مشكلة ولا صدمة عن الصدمة بتفري لا الصدمة الصدمة مش هي الفري يعني عشان بس نبقى فيها إحنا إمتى نعمل الصدمة في البلاتو يعني الفري باكرة أحلية مش مشكلة في أنا دايماً بقول للمرضى بتوى مش هتفري معي قوي يعني لو أنت حابب تاخد الوجبة الفري أو النص يوم الفري كويس أنا دايماً بدي الفري بس ما بديش وجبة العشرة كويس يعني بيبقى ما بديش وجبة العشرة يبقى كتير أه بص أكوردنج للشخص بقى يعني أنا أحياناً بديش شخص وجبة واحدة أحياناً وجبتين أحياناً نص يوم أو 3-4 يوم كويس دي بتحتمد على إيه على معدل حرق هالمعادل حرق اتنشط في الأسبوع اللي قابله كويس فيقدر يستحمل ده ولا اتنشط بسيط ولا ما اتنشطش خالص زي بالظبط خلينا أنا دايماً أمثلها بكده لو أنا ابني نجح من حقه أنه ياخد ريورد أو مكافأة لو سيء ما ينفعش أنه ياخد مكافأة كويس فده معادل حرق هو اللي بيوديني الفري يبقى عامل إزاي طيب الصدمة اللي حديد كنت تتكلم عليها من أقول الحلقة دي احنا بنعملها في البلاتو في النزول أو في عدم النزول أو سبات الوزب الطبيعي اللي الجسم تعود على شكل معامل تغذية لمدة 4 أو 6 شهور من 4 أو 6 شهور دي بنعملها صدمة اه بنعملها صدمة بتبقى صدمة يا إما بعدد صعرات يا إما بعناصر غذائية معينة كويس يا إما بلغبطة الوجبات أو يعني بترتيب الوجبات كويس ده بنعمله بشكل من الأشكال دي وبيبقى برضو خاضع للشخص هل الشخص ده كان ماشي لفترة معينة على صعرات حرية قليلة كويس فبالتالي بنعمل صدمة للجسم زي ما حدثك تقول بنعمل نرفع صعرات عدد صعرات معينة عشان يرجع يزيد وبعد كده ينزل بالزبط عشان يعني بص خليلا نقول بنتحك عليه بالبلد دي كده كويس بنتحك عليه شوية إن احنا على صعراتنا زاد فلازم معدل حرقك يحصل فيه تغيير فيحصل التغيير ده فنبدأ لكن احنا بنزل الجسم الحاجة قدام وبعد كده نرجعه تاني لنقطة البداية بنعمل رفرش يعني خلين نقول بنعمل ريستورت 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 فده اللي بنعمله بس لما تبقى فيه بلاتو لكن العصبات ده مش مش كويس للاسفة دكتور ووقت الحلقة انتهى وإن شاء الله نبقى لنا لقاءات جاية بإذن الله مع بعض إن شاء الله عزيزيز المشاهدين سعيدة ولقائكم حلقة اليوم مع دكتور محمد زكر استشاري التخزيري العلاجية وإن شاء الله نشوفكم حلقة قادمة من برنامج الهدف كان معكم باس إبراهيم شكرا